سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من أبضل بلد حلقة ليلة محوران الأول دور الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا وفي الثاني كيف سننجح في دمج الهيئات في الأول الضمان الاجتماعي أدى المهمة وسند الوطن أوامر دفاع أدخلت المؤسسة في كثير من القضايا التي تابعناها بسبب كورونا متابع بداية هذا التقرير أو مشروع صغير أو مؤسسة أو شركة مش مشمول بالضمان الاجتماعي بدك تجنب منشأتك أي مسئولية أو مبالغ ممكن تترتب عليها عن فترات سابقة وشو بتتبعها من قرامات وفوائد لا تفوت عليك فرصة الاستفادة من برنامج بادر اللي تضمنوا أمر الدفاع رقم 14 اليوم صار بإمكانك تشمل منشأتك وبأثر فوري يعني تبلش تشمل عمالك بتأمينات المؤسسة اعتباراً من تاريخ تقدمك بالطلب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء تأمين إصابات العمل تأمين الأمومة تأمين التعطل عن العمل هذا مش بس حق لعمالك هذا راح يسهل عليك شغلك ويريحك أنت وعمالك من التزامات كثيرة ممكن تتحملها لحالك لو ما كانت منشأتك مشمولة بالضمان الاجتماعي تسجيل منشأتك شركتك أو مؤسستك صار سهل وما بحتاج منك تراجع أي فرح من فروع المؤسسة لما تقرر تشمل منشأتك ادخل على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo وبعدها من قائمة الخدمات الإلكترونية تختار خدمة شمول منشأة جديدة والمنشأات اللي بتشمل لأول مرة بتقدر تستفيد من برنامج تمكين اقتصادي واحد اللي بيمكنها تشمل عمالها بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وهيك تنخفض الاشتراكات الكلية عليها وعلى العامل من 22% إلا ربع لـ 13.5% ولا تنسى أنه آخر موعد للاستفادة من برنامج بادر هو 39.2020 بعون الله مضون إلى الأمام مضون ضمانك أمانك المحر أول إذا نقرأ دورة ضمان ونقوم بملاحظات الناس وأرحب بضيفة ليلة الأستاذ محمد عودة مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في ضمان الاجتماعي أهلا بك يا سيدي أهلا بك أستاذ محمد معلش أنا بدي أبدأ من حيث انتهى هذا التقرير اللي زوتون فيه ويحكي عن أمر الدفاع 14 والشرائح المستفيدة منه وأسمع منك أي إضاحة لهذه النقطة وأسمع منك كيف الناس عم تقبل على التسجيل في هذه المبادرة احنا أول إشي مساء الخير إلى كل السادة المشاهدين الصحيح الضمان الاجتماعي أطلق أمر دفاع 14 أصدر دولة الرئيس بحيث انه استهدف عدد من المؤمن عليهم وعدد من أو قطاعات محددة من المنشآت زي ما اتفضلت بجوز الفيديو اللي أجاه قبل شوي بحكي عن برنامج بادر هذا البرنامج تم إطلاقه من خلال أمر دفاع 14 بحيث انه سمح للمنشآت غير المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي بطلب الشمول مع الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل ولا العاملين بحيث انهم يستفيدوا من المزايا التالية عادة احنا في المؤسسة وفي الظروف الطبيعية فرق التفتيش تاعة المؤسسة بتكون بالتفتيش على هاي المنشآت واذا وجدتها مخالفة للقانون يتم فرض عليها فوائد ويتم فرض عليها غرامات ويتم فرض عليها مبالغ مستحقة منذ تاريخ انشاء المنشآت أو البدء بعملها لكن وجدنا احنا من خلال هاي الازمة وهاي الجائحة وحتى نخفف على هاي المنشآت الاعباء وجدنا انه من المناسب انه يكون في حكم ونص في امر الدفاع 14 بحيث يتم السماح للمنشآت بالتسجيل في الضمان الاجتماعي دون ترتيب اي فوائد او غرامات ومن تاريخ مبادرتها يعني منشآ اليوم احنا اليوم ستة سبعة بامكانها تيجي تتقدم وتنشمل باحكام القانون وبدون ما تراجع المؤسسة بالمرة من خلال زي ما شفنا الفيديو من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة بكل سهولة بحيث انه بتقدم بطلب للشمول الجديد اي مؤسسة اي مؤسسة اي منشآة مسجلة او مرخصة بامكانها تتقدم للمؤسسة وتسجل كويس ودون فوائد والغرامات يعني وهاي كيف حتى يعني من التاريخ اللي بتقدم فيه احنا حطين تاريخ بدأ وتاريخ انتهاء يعني فرصة يعني مننصح ومندعو جميع المنشآت للاستفادة من هاي الفرصة اللي هي من واحد اربعة لغاية تلاثين تسعة حتى اول اي شي احنا نشجعهم نخفف الاعباء عليهم سواء كاشتراكات سابقة او فوائد او غرامات اه انشجعهم لا الانضمام لا مضلة الضمان الاجتماعي لانه صدقا بجوز هاي الجائحة بيّنت اهمية الضمان الاجتماعي للمجتمع ككل يعني لو كان الجميع اه اه مشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي كانت الحلول اللي اتقدمت اسهل بكثير والحمد لله رب العالمين استطعنا انه نقدم حلول وبرامج ساعدة القطاع الخاص وساعدة المؤمن عليهم في انه يستمروا وتخفف عنهم العبء الازمة اللي مرت علينا تسمح لي اقول لك وجدت نظر عشان تجاوم يعني الناس قلت لك لا انتو كل هذا الموضوع اللي عملتوه عشان تلزم المؤسسات اللي مش تركوا اللي مش مش تركة تشترك وزدت اعباء هاي المؤسسات يعني محل ميكانيكي ومحل بقالي هذا صار مضطر اليوم يدخل ع الضمان عشان بدهوه اذا لا سمح الله صار ظرف كما حدث قبل فترة هذا صفه لها مشمول ع الضمان وصرت انتو تستفيدوا ماليا مني الرواتب تخضوها منه وحملتوه اعباء اضافيين وصار يدفع 20% 21% يعني فعلا بنترح هيك مقولات خلينا نقول بالوضع هذا لكن الضمان الاجتماعي حق اساسي واصيل للانسان يعني قانون الضمان الاجتماعي ملزم لكل المنشآت انها تشترك بالضمان الاجتماعي يعني الضمان الاجتماعي عفوا المبالغ اللي بتجيه رايحة تجيه كايرادات من هاي المبالغ هي مقابل حقوق ومقابل منافع يعني الضمان الاجتماعي مش زي اي منشأة او مؤسسة ثانية على الاطلاق انا باخد منك اشتراكات مشان مقابلها بنفس الوقت تاخد مني منفعة يعني انا ما باخد اشتراكات مشان اعطي لمين بدي اعطي لها المنتفعين لها المؤمن عليهم يعني عفوا احنا لما نحكي الضمان الاجتماعي في اه في كل الشرائع هو حق اصيل للانسان بحيث انه يستفيد فيه في حالات عجزه وفاته اه في حالات تعطله المؤقت في حالات اصابته عجزه المؤقت عجزه الطبيعي كل المخاطر هاي الضمان الاجتماعي قاعد بيأمن عليها يعني انت لما تجد كثير من الناس وبجوز وجدناها في هاي الجائحة صدقا كثير من الحالات اللي هو المكانيك اللي بتحكي عنه اللي ما كان قادر يلاقي راتب يسنده او جزء من راتب او معونة حتى تسنده في هذا الوضع الحساس لو كان مشترك في الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي امله اه راتب لشهرين خمسين بالمية من راتبه بحيث انه تقدر تساعده على انه يعيش خلال هاي الفترة فلذلك الضمان الاجتماعي ما بوخذ ايرادات مشان حطها اه في هالصندوق لا طبعا الضمان الاجتماعي بوخذ ايراد بوخذ منك اشتراكات حتى انت بكرة لما تصير اه تصل للشيخوخة اه بتوخذ راتب بتعيش حياة كريمة راح اجيلك يا هاي اه في ملاحظات برضو عشيخوخة لا ما في اي مشكلة احنا ان شاء الله جاهزين طيب هذا امر الدفاع 14 امر الدفاع 14 هذا جزء من امر الدفاع 14 اللي هو برنامج بادر اتاح المجال للمنشآت للتقدم للشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي دون ترتيب اي فوائد او خالفات وغرامات او اشتراكات سابقة لكن في نفس الوقت لم يمنع الحق عن المؤمن عليه اذا بده يشتكي اه بقدر انه يتقدم بالشكوى حسب القانون وحسب احكام التعليمات الضمان الاجتماعي حتى احنا ما نحرم العامل حقه لكن كمنشآة بقدر ييجي يسجل في الضمان الاجتماعي وما في عليه لا فوائد ولا غرامات وهذا برنامج بادر اللي تم تقديمه اليوم لكل المنشآت نعم اللي غير مشمولة اللي غير مشمولة باحكام القانون وهذا ما مست الضمان الاجتماعي في امر الدفاع 14 وهذا اساس الامر جزء جزء الثاني جزء الاجزاء الثانية اللي هي برنامج حماية برنامج حماية استهدفنا فيه قطاعين رئيسيات من القطاعات الاكثر تضررا اللي هو قطاع السياحة وقطاع النقل زي ما بتعرف قطاع النقل وقطاع السياحة اكثر القطاعات تضررا تم تقديم برنامج اليوم بحيث انه ندعم هاي المنشآت بتمويلها بجزء من الرواتب المستحقة على العاملين اللي عندهم بحيث انه يتم دفع خمسين بالمية من هذا الرواتب الخاض على الضمان بحد ادنى طبعاً 20 و دينار وبحد أعلى 400 دينار بس لازم المنشأة تساهم بنسبة 20% من هذا الراتب طبعا بحد أعلى 200 دينار وهذا هو تمويل لهاي المنشآت بفائدة 3% لكن هاي الفائدة تتحملها الخزينة تتحملها الدولة هذا البرنامج الأول البرنامج الثاني برنامج تمكين اقتصادي واحد زي ما بتعرف احنا في برنامج في أمر دفاع واحد أطلقنا أحد البرامج اللي هو تعليق اشتراكات الشيخوخة تعليق اشتراكات الشيخوخة كاملة اللي هي كانت على 16.5% بحيث أنه المنشآة فقط المخاطر الرئيسية ظلينا مأمنين عليها اللي هي الوفاة العجز الإصابات الأمومة التعطل ظلت موجودة لكن تأمين الشيخوخة علقنا في ثلاث أشهر اللي هي ثلاثة وأربعة وخمسة نعم في برنامج تمكين اقتصادي واحد طورنا هذا البرنامج بحيث أنه أصبح تخفيض اشتراكات الشيخوخة للنص يعني اشتراكات الشيخوخة 16.5% صارت ثمانية وربع بالمية طبعا هنا خففنا العبء على صاحب العمل خمسة في المية أصبح بدفع عن اشتراكات الشيخوخة عن العامل خمسة في المية العامل صار يدفع ثلاثة وربع في المية طبعا بالإضافة لصاحب العمل اللي هي للاشتراكات الأخرى يعني الاشتراكات الأخرى صار صاحب العمل يدفع تسعة وربع بدل 14 وربع وصار العامل يدفع فقط 4 وربع بدل 7 ونص فلذلك وفرنا على الطرفين اللي هو طرف صاحب العمل وطرف العامل وفي نفس الوقت في هذا البرنامج شروط الاستحقاق ثابته يعني مثلا مؤمن عليه بلغ أو بده يبلغ الستين الآن له 174 اشتراك أوكي مطلوب منه للشيخوخة 180 اشتراك هسا كل الأشهر هاي طبعا لها 7 شهور احنا سويناها لو فرضنا إنه اشترك في التخفيض لست شهور الست شهور بتنضاف للمية وأبعة وسبعين بكمل المية وثمانين يعني ما بحسب كل شهرين بشهر لا الشهر بشهر كإيش استحقاق لكن كمنافع حتى أحفظ حق المؤسسة بضيف للمية وأربعة وسبعين شهر ثلث شهور فبصير مية وسبعة وسبعين شهر هاي يعني هذا البرنامج اللي هو تمكين اقتصاد اثنين طبعا لغاية الآن صار مستفيد منه عدد لا بأس فيه من المنشآت بعدد بحدود 125 ألف مؤمن عليه استفادوا من هذا البرنامج فيه تمكين اقتصاد اثنين تمكين اقتصاد اثنين بحكي موجه للمؤمن عليهم اللي عرأس عملهم احنا في أمر دفاع تسعة كنا متوجهين في هذا الأمر في مساند ثلاثة للناس اللي متوقفين عن العمل المتوقفين عن العمل كنا معطينهم فرصة لأنهم يأخذوا سلفة على حساب تعويض الدفع الواحدة 450 دينار على ثلاث أقصار لكن هون وجدنا أنه بعض العاملين حتى الناس اللي عرأس عملهم تأثرت دخولهم بصورة أو بأخرى اللي أخذ 70% اللي أخذ 80% فلذلك وجدنا أنه من المناسب اطلاق هذا البرنامج تمكين اقتصاد اثنين بحيث أنه نسمح للعاملين بأخذ سلفة على حساب تعويض الدفع الواحدة بقيمة 200 دينار تدفع لمرة واحدة لغاية الآن تقريبا يعني بحدود 100-120 ألف واحد اللي صاروا مستفيدين من هذا البرنامج ونتوقع المزيد طيب نعم حكي لي عن التقاعد المدني وتحويل فترات التقاعد المدني ضمان الاجتماعي احنا الصحيح في آخر تعديل للقانون اللي هو في سنة 2019 وردت مادة 85 مكرر سمحت لاللي كانوا على التقاعد المدني وانتهت خدماتهم دون الحصول على راتب من التقاعد المدني سمحت لهم بأنه هاي الفترة يحولوها لعلى الضمان الاجتماعي الصحيح طبعا هاي بتستلزم بعض الشروط اللي هي طبعا فتحنا المجال انه يتقدم المؤمن عليه او المواطن يتقدم في ثمانية سبعة يوم الاربعة ان شاء الله بنستقبل الطلبات في ادارة فرع عمان بعد بكرة بشيك انه يجيب معا وثيقة انه اللي هي كتاب قديش الفترة اللي بشتغل فيها كان في التقاعد المدني شو هي الرواتب بتاعته شو العائدات التقاعدية هو اللي دفعها وبتم عنا في المؤسسة احتساب المبالغ المستحقة عليه اللي هي اشتراكات شيخوخة وعجز وفاة واشتراكات اصابات العمل خلال هاي الفترة مع الفوائد المستحقة عليها بموجب قانون الضمان الاجتماعي ايوا ويتم اعطاءها للمستفيد بحيث انه هذا المبلغ اللي بيطلع عليك بيطلع عليك عشر تلاف خمستاشر الف ست تلاف سبع تلاف شو المبلغ اللي بيطلع عليه بدفعه وبعدها بتم تخصيص الراتب التقاعدي اليه حسب الاصول مجدي برأيك هذا رح يقول يوم تمني سبعة ايش المجدي هذا الموضوع بالنسبة للتقاعد المدني وتحويل الاشتراكات هاي مجدي للناس يقول يدفع عشر تلاف وخمستاشر الف وعشرين الف وإلى ذلك هاي مبالغ ضخمة اه صحيح هذا ما عندوش تقاعد هو كل شخص رايح يحسبها من ناحية جدوى اقتصادية اليه يعني هو كل شخص بيجي بحسب بشوف قديش بطلع عليه المبلغ اه شو بطلع عليه والله مناسب اليه او مش مناسب هذا استثمار هذا استثمار انا بدي ادفع مبنى استثمار وين استثمار في الضمان الاجتماعي انا باجي بدي ادفع عشر تلاف دينار اوكي او عشرين الف دينار انا رايح اخذ راتب تقاعدي اه قديش رايح اخذ طبعا الله اعلم بيشوفه بحسبها لحاله فلذلك هو هاي كانت نتيجة لمطالبات اه من شو بدي يقدم لك شو كان عندو رواتب وبناء عليه رواتب اه اه نعم التقاعد المدني عفوا انه بيش تلسين اه بيه شبيهة بالشراء لكن لا هاي مش شراء لانه لو الشراء كانت اغلى بكثير لو الشراء كانت اغلى جدا لانه ضم سنوات الخدمة ضم سنوات الخدمة بضم على اخر راتب والضم اعلى من الاشتراكات لكن هنا الاشتراكات اللي كانت له كان مشترك مثلا في التقاعد المدني في الخمس وتسعين في الاربعة وتسعين في الثلاثة التسعين شوف قديش كان راتب و بدي يدفع لهذا كان راتب فهمت علي بس لما بدو ينحسب له لما بدو ينحسب له راتب و بدو ينحسب له راتب الآن قديش كان راتب الآن صار راتب الآن انا متقاعد مدني سنة الخمس وتسين لا المتقاعد مدني مش هو من الناس المستهدفين أنا مخلص مدني مخلص انت مدني من ال95 ماشي وكنت انت على 200 او على 150 دينار وكنت على 150 دينار بيجي بنحسب الاشتراكات على الراتب هذا اللي هو ال150 او ال200 دينار بتنحسب بنحسب عليها اشتراكات شيخوخة وعجز وفاة كم سنين كل سنة بسنتها كل سنة بسنتها يعني مشترك من ال85 لل95 في عشر سنين العشر سنين اشتراكات بن حسب اشتراكاتهم زائد فوائدهم انت بدك تسوي توازن بدك تسوي توازن بين الناس نعم لا مش بتوخد راتب تقاعد لا يا ابن الحل مش هيك هسه هذا الشخص اجى من ال85 ل95 كان عاد التقاعد المدني ماشي لكن ما حقق شروط التقاعد المدني وما اخذ راتب تقاعد بعدها بال95 طلع واشتغل اشتغل بالقطاع الخاص ماشي كمل بالقطاع الخاص هسه هو في فترة ناكسيته الضمان الاجتماعي فيه له فترات بطلبها والله بطلب مثلا 21 سنة للتقاعد مبكر وعمره 50 كويس الو هسه 10 سنين هون كان وهون صر له 11 سنين ماشي هذول ال 11 سنين يشتريهم منكم لا ال 11 الثانيات اه اصلا هو خاضعهم خاضعهم في قطاع خاص ايو اه هسه بيجوا بدوا ايش يحول يحول الفترة مش شراء خلينا تحويل الفترة اه بدوا يحول الفترة هاي اللي هي العشر سنوات لا الضمان الاجتماعي بسصير الفترة هاي من ال85 لال95 كميش 150 نيار وطلع علي بالله ما في ذهني رقم انا محدد انا انت بقى هون فترة مش حسبة لا لا حسبة ما في الشاسة عندي بدي اصير احسب لك صعب ماشو مفض ما مفض حسبة يا سيدنا العزيز هي كل واحد زي ما حكيت لك تقديرية انتم انتم مش عارفين من 150 قداش يطلع 200 قداش لا 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 طبعا عارفين بس مش عارفين بالضبط انه واحد من 85 واحد من 84 واحد من 93 يعني كل واحد له حسبة مختلفة لانه فيها احتساب فوائد برضو يعني حتى الناس تكون عارفة فيها احتساب فوائد حتى انه عفوا احنا منحكي عن مواطنين فيه ناس بالصندوق كان مشترك بالفترة هاي ودافع للضمان الاجتماعي هاي المبالغ الاشتراكات سواء كمنشأة او مواطنين او مواطنين او كعامل دافعهن كان يدافعهن واحنا كمؤسسة منوديهن على صندوق الاستثمار ويتم استثمارهن وفيه عوائد طيب فلذلك حلت اللي هي الفوائد محل عوائد الاستثمار يا سيد يا عوائد الاستثمار وهي عليها سؤال ثاني بس مش اليوم لانا ما ايش وقت كثير ولا انا بقتل اسألك كثير اسألك جاهزين يا سيد يا سيد يا في عوائد الاستثمار لو انه ناشن وردك فيها زيادة نزول خياني اسألك مجموعة من الاسئلة وردتنا احتساب راتب التقاعد تأخذ متوسط اجرع اهمل خلال كل اشتراكاته ومش حصرها بكل خمس سنوات ممكن كيف احنا بنحصل احنا بنوخذ هلأ لما اكتب عمل راتب التقاعدية بتأخذ اول خمس سنين واخر خمس سنين صحيح لا طبعا اخر خمس سنين اه لا 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 طبعا اخر هي هاي حسب معدل اخر خمس سنين حسبة الرواتب التقاعدية كل فئة من الفئات لها طريقة ايوه ماشي في الناس المستثنيين مثلا على متوسط اخر راتب اخر سنتين ماشي اللي اللي ما كانوا مستثنيين وعا تقاعد الشيخوخة متوسط اخر ثلاث سنوات اللي تقاعد مبكر مش مستثنيين اه على متوسط اخر خمس سنين هاي فلذلك هلأ تقاعد مبكر قصة نوم قصة اليوم هلكو نازل احنا بتقاعد مبكر بوخد مش راتب اخدش راتب بتبر بقولك انا ما باقض اشي من يكونت ادفعه كيف ما باقض باقض نسب محدودة شو يا سيد العزيز طب انا خلص انت انت معطيني خيار التقاعد المبكر ومعطيني مسبق قليل كثير ليش شوف التقاعد المبكر عندنا بجوز من اعلى النسب في العالم للأسف قديش النسب بحدود الثمانية وخمسين بالمية التقاعد المبكر عندنا يعني خاصة كمبالغ ثمانية وخمسين بالمية متقاعدين ضمان مبكر ثمانية وخمسين بالمية كمبالغ كأعداد واحد وخمسين بالمية احنا عندنا متقاعدين مبكر مع انه المفترض الاساس في الموضوع اللي هو التقاعد الشيخوخة اللي هو بلوغ الستين او الخمس وخمسين فلذلك اللي عفوا يعني قاعد بتقاعد مبكر وبحكيها بكل صدق والله هو ضرر على جهتين ضرر على جهتين ضرر على العامل نفسه اللي تقاعد مبكر وضرر على الضمان الاجتماعي الجهتين طب اللي بيروح بيسحب اشتراكاته من عندكم ليش لما تروحوا يسحب بيسحب مدخراته في الضمان ليش تعطواهوش حصة للشركة ايش حصة للشركة بأخذ حصته بأخذ ما دفعهوهو كعامل بدي اسحب اشتراكاتي لا طبعا هس عفوا انا بدي اقول لك يا هي هاي في يعني المقولة دايما بتتردد عند الناس اول اشي الاشتراكات 21 و 75% طيب ال 21 و 75% هي مش كلها اشتراكات شيخوخة وعجز وفاة لا هي اصابات عمل امومة 16 نص منهم شيخوخة 17 نص 17 نص 17 نص أنا لما بدي اروح اسحب مدخراتي ليش بأخذهمش خليني اقول لك اخذ ليش اه بخذني اه بخذني اه قل ليش 17 نص في المية سيدنا العزيز الاشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة انت عفوا او اي حد ثاني خلال هالفترة هاي لا سمح الله اه مضى 24 شهر اشتراكات وتوفى بدي ادفع لورثته اه لما حتى انهم اه يبلغوا الذكور 23 سنة والبنات لما يزوجوا وزوجته لما تتوفى وانا ادفع له راتب مجرد انه ما يدفع 24 شهر بتعرف كيف بمثال انت هسا امنت سيارتك تأمين شامل اوكي لما تأمن سيارتك تأمين شامل واخر الثاني خلص خلص التأمين وما سويتش ولا حادث شركة التأمين بتعطيك القصة التأمين بترجعلك يا لانك ما سويت حادث واذا سويت حادث بتأخذه لا طبعا هذا تأمين هذا تأمين يا سيد العزيز انا 17.5% شو باخذ منهم ليش انا 17.5% يا سيد العزيز ليس حب الدخاراتي كيف باخذ انت بتأخذ حسب مدة خدمتك 10 سنين اذا كانت لحد 10 سنوات اقل من 10 سنوات بتأخذ 10% اذا 10 سنوات لحد 15 سنة بتأخذ 12% اذا فوق 15 سنة بتأخذ 15% واذا كنت على سن الشيخوخة بتأخذ متوسط اخر سنتين يعني عفوا كسبان اذا كنت على سن الشيخوخة اخذت التعويض بتأخذ 15% على متوسط اخر سنتين فلذلك هذا هو التأمين اللي بيخلص 30 سنة في الضمان دون انقطع نعم وبدو يروح وخلص بس لات عمره ما وصل كيف عمره ما وصل على الشيخوخة ولا على المبكر بتصير هذه الحالة لا لا طبعا عفوا اللي عنده 25 سنة 25 مش 30 سنة وعمره 45 سنة بيقدر يحصل على راتب تقاعد مبكر 45 اذا عنده 25 سنة فاكثر وعا 45 بيخلص نعم طيب سؤال الثاني ليش في التفاف على السنوات تم العمل ب30 سنة القانون بيحكي الخدمة للستين لماذا تم الالتفاف على السنوات وتم العمل ب30 سنة كيف أنا خلصت على الستين صار لازم أكون مخلص 35 سنة لا لا السنوات عفوا في التقاعد الشيخوخة 15 سنة أصلا ولا 30 ولا حاجة لكن واحد اشتغل 30 سنة شو يعني بدو يخصم من مدة خدمته ما هي هاي بالأخير بتنحسب فرات والتقاعدة هي معادلة عفوا معادلة أحد أركانها عادلة المعادلة عادلة طبعا احنا معادلاتنا في أردن صعبة بك سامحني بس الناس تحسها أنا مظلومة مرات عادلة المعادلات الضمان مش صعبة صدقا أنا بجوز شفت أحد الأبحاث الأوروبية بالله إنه بجوز معادلة الضمان الاجتماعي للراتب التقاعدي من أكبر من أفضل المعادلات لو تشوف في الدول الأوروبية قديش النسبة طيح نحن نعطي نسبة 2.5% بينما لو تشوف في الدول الأوروبية قديش النسبة تقاعدين مبكر هاي ملاحظة عشان تحطى عندك برضو وتوصل عندكم حتى تكونوا في الصورة التقاعدين مبكر رواتبها سيئة ولازم زيادة كل سنة أو سنتين كل المتقاعدين بجيهم زيادة إلا إحنا هذا متقاعد مبكر قل المتقاعد المبكر يا سيدنا العزيز هاي إجت بالقانون إنه ما أعطاهم فرصة اللي هي زيادة التضخم حتى ما يشجع القانون نفسه على التقاعد المبكر طيب وأنا أنا بدي أحكي شغلي للناس اللي تقاعدوا مبكر إحنا في آخر تعديل على نظام الشمول سوينا تعديل بحيث إنه المؤمن عليه اللي بتقاعد مبكر وبحصل على راتب وبعدها بفترة لقي شغل واشتغل وأجأ أعلى من ضمان الاجتماعي وسجل أوكي أول شغلي بإمكانه بعد أربعة لا Tudo لا بسمع لش أنه عشان عم تصني الأسئلة من الناس أنا على الخمس وأربعين متقاعد المبكر إذيني خمس وعشرين سنة مشك نعم هل القانون اليوم الماشي آه آه الماشي واحد وعشرين سنة على الخمسين للذكر وتسعة عشر سنة للأونثة تسعة عشر سنة للخمسين للخمسين نعم على الخمس وأربعين على الخمس وأربعين خمس وعشرين سنة لازم يكون له 25 سنة 25 نعم متقاعد مبكر نعم 25 سنة مش امام ناشع اشهر اسهر في السنوات مش هيك اه اه 25 سنة بعد هيك 60 ربها بطماش والرجل 60 شيخوخة 60 الرجل 60 15 سنة حد أدنى للشيخوخة شيخوخة والانثى 55 نعم و 15 انا كنت مشترك في الضمان سنتين ولي خمس سنين مشترك اختياري ليش ممنوع اصحب مبرغ ليه دفعته ممنوع بسأل واحد بقولك انا مشترك في سنتين ضمان ولي خمس سنين اختياري اه اشترت القانون مع انه سمحنا له يعني اللي مشترك اختياري في امر الدفاع في مساند ثلاث سمحنا له انه يسحب من من تعويض الدفعة الواحدة لحد 450 دينار فبمكانه يستفيد يعني اللي قلو سنتين لانه احنا حطينا كنا حد ادنى 12 شهر اللي راتبه 2000 دينار ويدفع للضمان على 2000 دينار ويجي بدل تعطل 500 ليرا عدل مش سقف اعلى 540 هتدلي في الرقم اذا صح اه ال 2000 دينار او الثلاث تلاح 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 متعطل اه 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 الالف اه 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 وليس عفوا للرفاهية هو باخذ حتى بالقانون الاصلي يعني بيبدأ ب75% لكن ما سقوف ب521 دينار لكن احنا بيجوز بامر الدفاع سقفنا اه وقلنا 50% بس بسقوفه ب500 دينار طيب وهو ليس للرفاهية المعاملات تقدمت عبر الانلاين كلها خلصت اللي قدم تقاعده ب1 ثلاث خلصت معاملته بوخذرت تقاعده اللي اه قاعده ب1 ثلاث احنا في فترة طبعا اكيد ما تقدمها احنا في فترة الازمة اه بعدود 3000 راتب تقاعده تم اجازتها ولي ما صحيح طيب ولي ما صحيح اليوم اللي راتب تقاعده الي اليوم ما نصرف مقدم المعامل من 1 ثلاث ولما واحد اقول اللي قدمها اونلاين شو يسوي اللي قدمها اونلاين اه المفترض انها تمشي اذا ما في عليها اي وثائق مطلوبة وإحنا جاهزين يعني ممكن يكون في ملاحظات اه ما في في ملاحظات ولا ما في ملاحظات لا لا في ملاحظات في مشكلة في الاونلاين ولا ما في مشكلة لا لا ما في مشكلة في الاونلاين لا ما في مشكلة ما في مشكلة عندنا ما في مشكلة لما احنا عفوا انا اجي اوفر على المؤمن عليه اه أنه يروح يراجع فروع المؤسسة وخاصة مع دعوة الحكومة للتباعد الاجتماعي وكل الناس للتباعد الاجتماعي لما حاولنا نحصر الخدمات في ثلث أساليب أول أسلوب اللي هو أنه الخدمات الإلكترونية نفسها يعني تعويض الدفع الواحدة مش لازم تروع المؤسسة التأمين الأمومة مش لازم تروع المؤسسة يعني كتب لمن يهمه الأمر مش لازم تروع المؤسسة اثنين الكون سنتر ما عليه مشاكل في طلبات في طلبات ناس بتتصل وبجوز زدنا زدنا أعداد التليفونات اللي بتستقبل لمئة وعشرين خط وأعداد كبير من الموظفين اللي قاعدة بترد بدها مراجعة سيد محمد أنا بقول لك بدها مراجعة عشان انت راجعوا انتو لازم يتراجعوا خدمة الولاي يا سيد العزيز يا سيد انتو عندكم صفحة وعندكم قدرة على التواصل مع الناس والضمان هو الأقرب للمواطني اليوم ما تردع هدايا في التعامل مع أجهزة الدولة الضمان والأمن والجيش هو أكثر ما يتعامل مع المواطن ويقدر مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبتكم شوية وأنا بجوز يعني عدد المسجلين الآن في منصة الضمان الاجتماعي من المؤمن عليهم وصل مليون واربعة عشر ألف وحد طيب وهي فعلا شغلة سيد الحمد أنا بدي أشكرك تحمل في مجموزين لك شرفتني بحطورك الله يصدق